اشارت تقارير اعلامية الى شن حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا ضربات جوية جديدة سادفت شبكات لتهريب الوقود في مدينة الزاوية غربي البلاد وافدت وسائل اعلام الليبية ان قصفا جويا استادف شحينات تهريب الوقود قرب مصفات الزاوية وان ضربة بالطيران المسير طالت احد المقار في المدينة وكان البرلمان الليبي شكك بخلفيات الضربات وقال انها طالت منزلا لأحد النواب المعارضين لحكومة عبد الحميد البيبا وتشهد مدينة الزاوية منذ اسابيع اشتباكات بين جماعات مسلحة ترتبط بالاتجار بالبشر وتهريب الوقود وشهدت ايضا تظاهرات رافضة لانتشار الجريمة فيها